اهلا بيكو في اول محاضرة من محاضرات الايكينوميكس الايكينوميكس من المواد الشيقة جدا اللي بتخليك تحكم على اقتصاد اي دولة لازم نفهم ليه بندرس الاقتصاد طبعا هنتكلم النهاردة عن اساسيات مش هنتكلم عن تفاصيل هنتكلم عن بيزيكس هنستخدمها خلال دراستنا للمادة ويستكلم عن تفاصيل بيكوز افزا بروبلم اف اسكيرستي اسكيرستي تعني النضرة اسكيرستي معناها النضرة يعني ان النضرة النضرة هي مشكلة بتواجه اي دولة في العالم نوضح اكتر الموارد نضرة وعندي احتياجات الانسان غير محدودة لكن الموارد محدودة وده اللي عمل المشكلة ان احتياجات الانسان عملة بتزيد والموارد على قد الايد طيب علماء الاقتصاد طرحوا السؤال ايه هو السؤال السؤال اللي حير كل علماء الاقتصاد is how to allocate how to allocate the limited resources among the unlimited wants and needs ازاي نوزع المحدود على محدود لان الوانس والنيدز exceeds resources دايما الانسان طماع كل ما تديله عايز اكتر لكن الموارد قليلة محدودة تم تيجي نوضح الكلام اكتر ونعرف ايه هي ال resources قلنا يعني موارد عرفنا انها موارد هل ليها اسم تاني ايوة طبعا اسمها inputs ونخلي بالنا من الكلمات دي اسمها ايه اسمها inputs هل ليها اسم تالت اه ليها اسم تالت اسمها factors of production اسمها ايه factors of production يعني عوامل الانتاج يعني اربع حاجات بتعتمد عليهم اي دولة علشان تقدر تنتج طب ايه هما الاربع حاجات دول هنعرف مع بعض حالا فكر معايا ايه الاربع حاجات اللي بتحتاجهم اي دولة ها اللانت اللانت لانت الارض الليبر العمال كابتل رأس المال رأس المال انتر برنير انتر برنير كلمة يمكن اول مرة تسمعوها انتر برنير يعني المستثمر سعب اسميه لانفستور انتر برنير طبعا مع الوقت هنكتسب كلمات ويكون عندنا حصيلة لغوية كويسة جدا 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 طيب اي دولة طبعا علشان تنتج محتاجة ارض عشان ابني عليها مصنع لما اتكلم عن الليبر بتكلم على ناس عندها الاسكيلز الناس عندها مهارات لان البلد محتاجة كفاءات دي معناها الليبر لما اتكلم عن الكابتل ما اقصدش بيها الماني لأ الكابتل انا اقصد بيها رأس المال المتمثل في الماشينز والاكويبمنز الات معدات مباني هو ده رأس مال الشركة الاسيتس الانتربرنير قلنا ده الانفستور او ده العقل المدبر ده اللي معاه الفلوس اللي بيعمل بينظم من غيره ما ينفحش المشروع يقوم من غير مستثمرين اكيد هنكون ضيعين عشان كده الانتربرنير شخص بياخد المخاطرة هم يجين هم يلوز لا يكسب لا يخسر هل كل الدول عندها مش كله بمعنى علشان قلنا فيه مشكلة اسمها اللي سكيرستي يستحيل تلاقي كل الدول تقدر توفر احتياجات السكان لو اتكلمنا عن مصر ممكن مصر يكون عندها اراضي بس اللي بول اللي عندهم اللي سكيلز قليلين او نادرين وبالتالي صعب ننتج كل المنتجات اللي محتاجة سكيلز المستثمرين مش كلهم موجودين فيه مستثمرين سافروا بلاد تانية عشان يعملوا مشروعات وبالتالي ممكن يكون عندنا نقص في الاستثمار في صناعات معينة عشان كده بنقول هي دي مشكلة المستثمرين وانليمتد وانس وانس ريسورسز اكسيد او نوت اكسيد وانس لازم انت انا بسألك سؤال هل هي اكتر من طبعا وبالتالي اقل او بمعنى تاني ان قلنا احتياجات الانسان عمالة بتزيد والموارد على قد الايد عرفنا كده عرفنا ايه في كلمة واحدة اسمها السكيرستي طيب في حاجة اسمها الايكينوميك كويتشنز ايكينوميك كويتشنز علماء الاقتصاد صحيين نايمين في اسئلة حيارتهم ايه هم السكيرستي ماشي بس ايه هم الكويتشنز اللي اطرحت وللأسف ما لهمش اجابة لان المشكلة هتستمر وما لاش حل what to produce how to produce for whom to produce اما اقول لك what to produce هننتج ايه what to produce هننتج cars or buses سيارات ولا اوتوبيسات وعندي الاستيل limited استيل يعني حديد limited ودي مشكلة طبعا يبقى هنتج the or the cars or buses والبلد عندها الحديد قليل لو زودت cars هقلل البasses ولو زودت البasses هقلل cars هنتج tables or doors ما اللي اتنين محتاجين wood والwood عندي limited لو زودت doors هقلل tables and vice versa ولا عكس صحيح هي دي معنى كلمة what to produce لكن لما اجي اقول لك يعني ازاي ننتج هنستخدم ايه في الانتاج فكر معايا اما اجي اقول لك هاو قصدي بيها ايه هتقول لي قصدي بيها اللي احنا قلنا هم كلهم واحد نفس الكلمات نفس المعنى ليه اللاند والليبر ها والكابيتل تمام وال انتربرنير المستثمر وهزود لك حاجة معاهم كمان التكنولوجي لازم اعتمد على التكنولوجيا في الانتاج بالاضافة للإنبوتس اللي احنا قلناه من الاربعة اللي هم مهمين جدا لأي دولة في الانتاج لما اجي اقول فرهوم يعني انا بطرجت مين انا باستهدف مين الهاي انكم ولا اللو انكم بيبل لما اتكلم على هاي انكم غير اللو انكم شركة زي بي ام لما تيجي تنتج هتستهدف مين الهاي ولا اللو اكيد الهاي انكم بيبل ممكن شركات تانية تستهدف اللو انكم بيبل يبقى حدد تنتج ايه حسب انت هتستهدف مين المنطقة اللي انت هتنتج فيها فيها هاي ولا اللو انكم بيبل يبقى دلوقتي لو انا قلتلك هانتج دقور ده هتقول لي ده قصدي بيه وات تو بروديوس لو قلتلك هستخدم هاي تكنولوجي تكنولوجيا عالية في الانتاج او هستخدم الليبر او الورك فورس اللي هم العمال تقول لي ده هاو تو بروديوس لما اجي اقولك هتارجد الهاي انكم او اللو انكم تقول لي فولهم تو بروديوس شفتوا ازاي الموضوع سهل جدا شفتوا ازاي الموضوع سهل في الفهم لكن صعب في الحل صعب في حل المشكلة الاقتصادية قصدي اللي هي مشكلة طبعا فيه كلمة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها الكلمة دي هنقابلها كتير جدا في المنهج كلمة اسمها او بورتيونيتي كوست اسمها ايه اسمها او بورتيونيتي كوست اسمها تكلفة الاختيار او تكلفة الفرصة البديلة ايه معنى الكلام ده تكلفة الاختيار او تكلفة الفرصة البديلة معناها لو انت اخترت لو انت اخترت حاجة هتضحي بالتانية لو اخترت ايه او زودت ايه يبقى لازم بيه هتقللها فكلمة لما احنا قلنا عندي وود وزودت فقللت فكلمة لما قلت انا عندي ستيل فزودت انتاج فقللت انتاج لو زودت حاجة هنقص التانية طالما نقصت التانية دي اسمها تضحية اسمها اسمها ايه هقولك اسمها ساكريفايز كلمة مهمة جدا معناها التضحية لما انت اخترت تروح الجامعة انت ضيحت على نفسك الشغل اللي كان جايلك كان ممكن تشتغل في اي مكان وتاخد راتب بس انت ضحيت بالشغل علشان التعليم دي اسمها برضو لكل قرار في حياتنا اي هتعمله ليه حاجة اسمها ايه اسمها تكلفة الاختيار لكل قرار تكلفة الاختيار علشان كده لازم نعمل ساكريفايز واحنا بنختار هتقول لي يعني اساكريفايز هقولك يعني بنضحي يبقى يبقى لكل قرار تكلفة الاختيار علشان كده لابد من التضحية عند الاختيار طبعا دي البيزيكس عرفنا عرفنا مشكلة الاقتصاد عرفنا عرفنا مصطلح هم جدا في المادة اسمه ولسه هنتكلم تفصيلا عن الحاجات دي كلها طبعا المادة هنلاقي فيها جرافس رسم بياني هنستخدمه في المادة المادة اصلا تعتمد على الرسم البياني اللي بيوضح لنا نظريات معينة او افكار معينة زي نظرية اسمها العرض والطلب الديماند والسبلاي الديماند والسبلاي طبعا ده لسه موضوعات هناخدها بالتفصيل ولسه هنشرح شابتر وان طبعا بالتفصيل بقى سئلته بالحاجات المهمة اللي نركز عليها باذن الله اشوفكم المحاضرة الجاية وربنا يوفقكم جميعا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة